الوصية الواجبة وهي ما عند الإنسان من أمانات من ودائع من عواري من ديون مثلا اشتغلت ذمته بهذه الأشياء الواجبة يجب عليه أن يكتب وصيته وأن لا يبات ليلة إلا وقد كتب وصيته في هذه الأشياء فإذا كان شخص عليه ديون لآخرين يجب أن يكتب فلان يطربني المبلغ الفلاني يجب و لا يجوز له أن يبات لأن الإنسان لا يدري متى يلقى ربه سبحانه وتعالى وكم من الناس الذين يمكن لاحظت يفرج إذا كنت تتابع البرنامج يقول والله مات عندنا ولد وطلع واحد يقول والله أنا أطلبه هذا الشخص إما أن يكون صادق وإما أن يكون كاذب طيب فتشوا أوراق الولد فتشوا أوراق الوالد ما وجدوا شيء وهذا إهمال هذا إهمال ولذلك أي شخص عليه ديون وما هو قادر السداد لازم يسجلها ويقيدها يكتبها في الوصية شخص عنده والله وديعة لشخص آخر يكتبها يكتبها ويقول فلان الشغلة الفلانية هذه وديعة أمانة عندي لفلان فلان أخذ مثلا أشياء مثلا مهمة حتى لو كانت للدولة مثلا عهد عهد للدولة يكتبها يقول الكمبيوتر هذا أو الآيباد هذا مو ملك لي هذا ملك للدولة ويروح بكري تسلط عليه حد الأولاد تعرف أن طبيعة الورثة فيكتب هذه سجل ويشهد على هذا شاهدين هذه الوصية الواجب